يا حبيبتي الله هو أكبر الحمد لله على السلامة يا روحي أهلين أهلين والله يسلم يا نامي ده أنا من غير كل قلبي بيتقطع عشانك خليك إليك أنا حاطل عخوة شاور ونامي عشان هتعبان قوي لأ تنامي إيه ده أنا أهل الكروانة تعمليك الأكل اللي بتحبيه مش قادرة والله يا خياني عايز أنا نامي طيب يا حبيبتي نامي بس ما تصحي من نومها داك خيب يا روح حياني نورت البيت حبيبتي أنت من أهل ورايك أنا وانا هلقب معاها ها هل نعمة نعم كنت عاوز أتكلم معاك الموضوع خير أنا عاوز أطلوم مني الخدمة مش هنسالك العمر كله هنالتني لو كان في استطاعتي هعملها لك أنت عارفة أن أنا بحب ياسمينة وبعشاقها أنا كنت عاوزك تكلميها في موضوع الجواز وأنا والله العظيم هبقى تحت أمرك العمر كله أنت مش قبل كده ترطاها مني وهي رفضيتك وقالت إنك رحتك وحشة بتعجبهاش طب راجع تاني بالزمني في الموضوع ليه؟ بعدين كل شيء بالخناء إلا جواز ده لازم بالاتفاق يا خالة نعمة ده الحديد بيه ليه؟ يعني كل حاجة ممكن تليه؟ وإنتي ممكن إنتي والحكيم تعمله عمل محدة عمل وفاة حاجة كده تقرب المسافات وكمان يعني ياسمينة الرابط عن تلاتين ورابط التعنس وإحنا في سلونا البنت لتعنس لازم تتجاوز مش دعو يدنا ولا يا خالة؟ غلبتني يا واد في الموضوع ده خلاص سيبني كم يوم كده أفكر فيها واجبها من هنا والنحيا دي للنحيا دي وشوف أوصل ليه وأنا هقول لك تكريم جدا يا خالة نعمة إن شاء الله ربنا خليك لينها روح يا حبيبي روح ما تلزقش بقى كده زي دي خالة نعمة بيت وده إيه ده؟ افهم يا بني آدم أنا لازم أسجلك ولازم أصورك وأسجلك وأنت بتشتغل وبعدين أرجع أبعاته للباشة عشان يشوف بعنيه يقوم يصق فيك بعدين صدقني يا رقوف أنت لو الباشة وثق فيك وغارت علي بابا هتتفتح لك لا يا شيخ طب ما كنت تقولي من الأول أنك بتسجلي كنا شغلنا مازيكا سلو كده عشان الباشة ودانه تتمزل روح أشياء عمل إيه ياه هتلاقي الماكرة في المطبخ على يديك اليمين حلوة دي لا سحر ولا شعوازة باسم الله علي غاجرية مستحوزة قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه دي إيه دي إيه دي لأ اشرحيني أنت عملتها زي بعدين أبقولك إيه دي أبقولك الحاجات دي بقولك إيه نعم أنت هتلبس النضالة كمان عايزي ماشي طب رجعي بس عايز أقولك حاجة بقول مش قرأ القوام بقى منغير شوية عن قرف الغاجر ده يعني أنت خلاص ما بقيتش واحدة منهم لا لا على إيه على الفراسق مش معقول بقى مش معقول مرأتي على سنة الله ورسوله وما قدرش ألمسها غير بعد ربئين يوم ليه هو أجواز ولا موت رعوف أنت عرفتني وإنا غاجرية وهفضل غاجرية وموت وإنا غاجرية يا حبيبتي أنت خلاص ما بقيتش غاجرية وعندهم بقيت في حكم الميتة خصوصا بعد جوازنا هو أنت تفكرني إيه أنا بقى لي ثلاثين سنة نفسة لقي راجل أحب وأحط راسي على كتفه ما هو حتى دي بقى لعلمك أنا محروم أنا ما أنا خايفة بصراحة أستسلم له حطت راسي على كتفك وبعدين أنت تأذي أتأذي إزاي يا العروسة عندنا لو استسلمت العريسة قبل الأربعين يوم ممكن أو يتأذي أو يموت يا سنة ودي بقى وصفة غاجرية برضو لا دي حصلت لبنات كثيرة استسلموا لجوازاتهم وتاني يوم الخبر الوحش باعا عن رجالتهم ما للربع